يبدو أن المواجهة بين فصائل الحجد الشعبي ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي داخلت مرحلة حساسة وخطرة جدا فالرجل وضع يده على العصب بعد قرار اعتقال القيادي في الحجد قاسم مصلح وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب الكاظمي يرى بأنه القضاء فوق الكل وهذا ما اتفق عليه الجميع أنه يجب أن يبقى القضاء فوق الجميع لكن ما حصل هو ربما قد يكون أيضا له تبعات أخرى وأيضا أرسل رسالة غير صحية ورسالة غير مطمئنة إلى الداخل العراقي قرار الاعتقال أثار فوضى جديدة داخل البلاد لكن سرعان ما استطاعت الحكومة احتوى الموقف بتشجيد الإجراءات الأمنية في العاصمة بخداد فالحكومة والمؤسسة الأمنية التي يرأسها الكاظمي وصفت الأمر بأنه تطبيق للقانون الاعتقال تم وفق ضابط قانونية وفق مذكرات قبض قضائية تمت ما بين المؤسسة القضائية والمؤسسة التنفيذية التي هي المؤسسة العسكرية التي يجب أن تنفذ الواجب باعتبار أن هذا الشخص هو تابع للحشد أي تابع إلى المؤسسة العسكرية وسط ذلك حضي قرار الاعتقال الذي نفذ بحقيقة مصلح بتأييد من قبل عدد من الأحزاب السياسية التي ترى أنه قرار قانوني ولا ينبغي التجاوز أو التمرد على الدولة من قبل أي جهة كانت الهدوء هو سيد الموقف في الساحة العراقية إلا أنه هدوء حذر فجميع يترقب ما ستقول إليه الأمور والكل يأمل بإجراء انتخابات مبكرة على الأقل تساهم في تفكيك الأزمة السياسية والأمنية في البلاد من العاصمة العراقية بغداد محمد فاضل الغد